طيب جيمي ايه رأيك؟ ابدأ معك من حيث وليد الرجراج وليد الرجراج اللي بيعمله اعجاز وانا شايف انه الفضل الاول ينسب في هذا الانجاز للمنتقب المغربي الوليد الرجراج راجل اللي بقاله شهرين مع المنتقب المغربي راجل اللاعب تمام المباراة في ذلك المباراة اللاعبة في كاس العالم بس مع المنتقب المغربي راجل اللي قصر كل الكلشيات المشهورة اللي هي بتاعت ان المدرب محتاج وقت ان المدرب لازم يكون واخد على اللعيبة أن المدارب لازم يبقى أجنبي تفاصيل كتيرة جدا وليد الرجراجي كسرها في هذه البطولة كريم وليد الرجراجي اللي معندوش ثلاث شهور بس مسيرة مع المنتخب المغربي لم يتلقى عزيمة وحيدة لا وديا ولا خلال كأس العالم المجيء استعد الكأس العالم لعب منتخبات زي تشيلي زي باراكوهي فاز بعدين لعب مباراة أمام جورجيا بعدين تعادل في مواجهتين لك أنت تخيل المنتخب المغرب كل مجاتل اللعبني تعادل أمام كرواتيا وصيب بطل العالم وتعادل أمام المنتخب الولندي الذي لم يقصر حتى أمس منذ تولي لويس فانخال كل هذه المسيرة وديا في كأس العالم لم يتلقى الرجراجي ولا هزيمة أزيدك من الشاعر بيتا وديا وفي كأس العالم لم يتلقى الرجراجي هدف واحد من فريق منافسة هدف وحيد بهدف عكسي النايف أجرد كل هذه المسيرة وأنا بلعف في كاس عالم مع بلجيكا مع كرواتيا مع أسبانيا مع البرتغال ولا أتلقى كل المنتخبات دي مش قادرة تسجل جهول واحد في المنتخب المغربي وأنا قلت في المقدمة أنه مفيش منتخب في كاس عام وعفينتين weekly 20 لعب مع أربع منتخبات وصفة أول في البطولة طبعا منتخب المغربي لعب مع أربع منتخبات وصفة أول هو خمس مباراة لعبهم ومنتخب المغربي منهم واحد من منتخب كزاس cells طبعا وأربع منتخبات وصفة أول يعني حتى مش هنقدر نقول مثلي بالقرعة خدمة المنتخب المغربي فوليد الرجراجي يستحق مجانا مدرب ذاكي جدا ما يجي نشرح فنين بقى أقولك ونحطها عنوان مهم جدا كيف طور وليد الرجراجي شوف نكمل كلام على زخم دفاعي وهذه الحالة الدفاعية العظيمة للمنتخب المغربي كيف طور وليد الرجراجي منظومة الدفاع العالمية لمنظومة دفاعية هجومية أمام البرتغال النهاردة بقى أقل للنسبة من الاستحواز إزاي تطور السلاح اللي عندك وتحوله من نوعية لنوعية تانية خالص بنفس كواليتي اللاعبين اللي منقص منهم لعيبة مهمة جدا بسبب الإصابات منقص منهم لعيبة لعبت لكن لعدم الجهازية ما كانوش 100% باور بدني لأ دهنا النهاردة مش بس بكتفي بالحالة الدفاعية لأ دهنا بطور من الحالة الهجومية خليني أقولك أنه كل الريبرتس العالمية لما بتتكلم بتقولك أنه لو كان المنتخب المغربي يمتلك القليل من النجاعة التهديفية النهاردة كان خلص المباراة من بدري كان سجل مرة واثنين وثلاثة لأنه كان قادر على خلق الفرص وده عظمة ما فعله وليد الرجراجي اليوم أمام البرتغال في ظل كل هذه الظروف المعاكسة ما بين غيابات وإصابات وعدم جاهزية بدنية وحال الطرد وحال الطرد طبعا في نهاية المباراة وأطور كمان مش بس ملعب بالشكل هتجيب جول وتقفل ملعب أو تفضل تدافع عشان توصل للبنالت زي اللي ناس كلاكت متوقعها لكن في النهاية الرجل طور إزاي يعمل الكاونترز أنا هوريك شكل اللعب النهاردة لما نريد نتكلم عن الحالات عظمة ترجمة نانسي قنقر